نعت الطائفة الإنجليا بمصر وعلى رأسها الدكتور القصة اندريا زكي شهدائنا من القوات المسلحة المصرية أبطال سيناء الذين يضحون بحياتهم الغالية بكل شجعة قال رئيس طائفة الإنجليا إن بلادنا تواجه الإرهاب ببسالة وبإيمان حقيقي وشهدائنا أبطال سيناء يقدمون دماءهم الغالية انتصارا للحق والحياة في مواجهة أعداء الحياة وأضاف أنه لن ينتصر الشر أبدا على مصر وشعبها مقدما العزاء لأهل الشهداء الأبطال وجميع المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجلنا وجدد رئيس طائفة الإنجليا العهد بالوقوف صفا واحدا مع جميع مؤسسات الدولة المصرية وخلف قيادتها السياسية في مواجهة تحديات واقتلاع جذور الإرهاب الأسود